لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد العصابة لم يتم القضاء على اخطبوتها داخل المؤسسات بدأت تلملم نفسها وتعيد نفسها اللي دفعوا الثمن راحوا راحوا واللي ما زالوا تم الحفاظ عليهم حظهم ان القيد صالح مات لانه لو قعد القيد صالح رأى القضاء عليهم جميعا وكان بصدد القضاء عليهم واجتثاث اخطبوتهم خاصة داخل المؤسسة العسكرية لكن بمجرد موافاته تم ايقاف تلك الملاحقات لاخطبوت العصابة داخل المؤسسة العسكرية وهذا الذي للأسف الشديد حدث لاحقا مما اعاد القوة الى العصابة والان راهي مهيمنة على كثير من الدوائر والقضاء عليه يحتاج الى رجل قوي مثل القيد صالح ونحن عندما نذكر هذا الكلام لا يعني اننا نقدس القيد صالح لو بقي القيد صالح على قيد الحياة وانحرفت الدولة الى ما نراه الان لانتقدناه بشدة وربما اسوأ مما ننتقد به تابون وننتقد به شنجريحة وغيره ولكن راحل في ظرف معين انتم تعلمون ظاهرة والمخفي فيه كبير جدا ربما عندما تنكشف كل المعطيات لدينا سنتحدث فيه المهم وجد الرئيس صعوبة التخبط في الحكومة اختيار الوزراء الدقيقة الاخيرة كانت هناك قائمة للحكومة بعد ذلك مباشرة محند السعيد راح يلقي قبل وقت قصير باش يمر يعلن عن الحكومة غيرون الحكومة جابونه حكومة اخرى كان صراع كبير في دهاليز السلطة لم يظهر له وكانت الذين عينوا الحكومة في ذلك الوقت اغلبيتها عينها العسكر وهناك اشخاص تم الاتصال بهم وكذا كذا وبعد ذلك العسكر شطبوهم ورجعوا لهم حتى قالوا لهم نعتذر لكم على عدم الاتصال كانوا يعملون في الفطرة اللي قبل مرض الرئيس كانوا يعملون على اسقاط الرئيس جاءت تصريحات بعض الاطراف اثارة الشارع هناك ممارسات مورسة باسم الدولة والرئيس ما على بالوش بها اصلا انا اجزم لك ما على بالوش بها وما سمعش بها اصلا اعتقالات اختطفات ادي واحد من هنا بعد في الليل يخرجوه كي الأمور حدثت الرئيس ما على بالوش بها اصلا اصلا ولا وصلوا هالو ولا اعطوا له تقارير ولا اعطوا له معلومات وبدوا يعملوا يخلطوه في الأوراق باش يسقطوه لأنه الهدف ليس أنه تبوين يشكل عليهم خطر ابدا تبوين ولكن الاشكالية الكبرى انهم يريدون انهاء هذا المصر وشفناها انه في تقارير اللي عملوها التلفزيونات حول ذكرى الاولى لانتخابات 12-12 ما ذكروا القيد صالح ونستنى يوم 19 واشرح يقوله ونستنى يوم 23 تلفزيون الجزائر وانا نقول لكم معلومة وذكرتها من قبل ان التلفزيونات طلقت اوامر بعدم اظهار لا صورة القيد صالح ولا الحديث عنه هل يوم 23 بعدما فضحناهم ربما طفوا الظو يقول لكم انفضحنا خلينا نظهروه فقط ذكرى وفاته من اجل كسب من اجل كسب ود انصاره لمازال عنده جماهيرية وشعبية او ربما يسرون على هذا الامر خلاص ما يزيدوا شيء يذكره اذا لم يجري الحديث في نشرة الثامنة يوم 23 ديسمبر 2020 على الذكرى الاولى لوفاة القيد صالح تأكدوا ان الامر خلاص ان السلطة صممت على قتل القيد صالح ما بعد وفاته وننتظر هذا الامر ولكن المعلومات التي وصلتنا في الفطرة الماضية كلها انهم قالوا لهم ما تزيدوش تهدروا عليه هل سيبقى الامر على ما هو عليه ننتظر يوم 23 و12 المهم مرض الرئيس جاتهم فرصة من ذهب كما قلت هناك شبهات وعلمات استفام كيف تخل الفيروس الى الرئيس وزرات فيها تحقيقات والله اعلم الى حيث وصلت هذه النتائج هذا من جهة لما مرض الرئيس بدأوا يتململون ويستغلونها فرصة فاعادوا البتفليقية الى الواجهة نعم اعادوا البتفليقية الى الواجهة تعاملوا بها بطريقة اسوأ مما كانوا يتعاملون من اخبار مع بتفليق الكذب المعلومات الكذبة نفسها احيان لو ترجع الى البيانات التي عملت من قبل على مرض البتفليقة تلقاهم نحو كلمة تبون وحطوا نحو كلمة بتفليقة وحطوا تبون ونحو كلمة فرنسا ولا سويسرا وداروا في بلسطها المان تكادوا تكون صورة تبقى الاصل وكانت هذه الطريقة اما انها متعمدة وهو الارجح او انها نوع من الجهل نوع من الفشل الذي منيت به الرئاسة ومنذ عهد بتفليقة او الارجح انها متعمدة حابين يقولوا كنتم تلتقدوا في بتفليقة مريض هاهو لكم تبون مريض وها هي نفس الطريقة نتعاملوا بيها ان الجزائر لم يحدث فيها اي تغيير هذا هو الارجح وربما ستنكشف في لاحقا الكثير من المعلومات هنا بدأت الطبخة انا قلت لكم الطبخة تطبخ من قبل ولكن هنا بدأت النيران اكثر ولت الطبخة سخونة جات فرصة لعزل الرئيس الرئيس نقلوه في ظرف صحي سيء جدا نقلوه في غيبوبة المعطيات التي كانت عندهم انه لن يعود هذا اللي كان عندهم وكانوا مقتنعين انه واحد ضربته كورونا ودخل في غيبوبة لن يعود اذا يجب ان يطبخوا الطبخة طبخة لفشلوا فيها قبل في عهد القيد صالح ارادوا اعادتها من جديد ابدت الاجتماعات وللأسف المؤسسة العسكرية بدأت تساير اير في هذا الامر وتتجيه بقوة نحو الحديث والاجتماعات لمرحلة ما بعد تبولي ان كل المعطيات كانت تقول بانه لن يعود انسوا حكاية البيانات كلها فقط لاستهلاك الاعلامي ولكن الطبخة كانت تطبخ على قبلها على نار هادئة وبعد ذلك بعد مرضه صارت تطبخ على نار مشتعل لكن الاشكالية حدثت انه هذه الطبخة يجب انها ترضى عليها فرنسا ترضى عليها بعض الدوائر الغربية حتى لا يوصف بانقلاب لانه الرئيس ره عند الالمان المعطيات الصحية وضعه الصحي وكل شيء ملف انتعه كلها ره عند الالمان ما يقدروا يجيوا يكذب ويقولوا رهو مات ولا عاجز ولا يكون شيء بدوا يطبخوا في طبختهم ويستنوا عامل الزمن يكون في صلاحهم يجيهم خبر الرئيس مات هامت هنو يجي اي طريقة اخرى او انه يعملوا هذه الطريقة ويحاولوا اثارة الشعب ربما يخرج الشعب للشوارع وتستغل هذه الظروف الى عزل الرئيس او شيء من هذا القبيل المهم انه وطيرة عزل الرئيس كانت سايرة حدثت اجتماعات وبينها والكثير منها كانت تحت رعاية الفريق سعيد شنغريحا وغيره من الجنرالي الرئيس غائب جدا الدولة في ايديهم يديروا ورح يديروا واشي يحبوا بدوا يطبخوا في طبخة اللي لازم اما يعزلوا الرئيس عن طريق المجلس الدستوري او عن طريق عن طريق انه هو يعلن استقالته من المانيا يبعث استقالته وليدير فيديو يقول راني استقلت بسبب وضعي الصحي وهذا الذي كانوا يتمنوه وبعد ذلك هم يطبخوا طبخة اللي يحبوها اما عن طريق المجلس الدستوري او شيء من هذا القبيل اذا كانوا حبين انسيدات جماعة اللي حبين مرحلة انتقالية كانوا حبين انسيدات دستوري رئيس مجلس الامة بالنيابة لازم انه تكون عندهم اشكالية اخرى قانونية في المجلس الدستوري يبدو يديروا في السيناريوهات ربما استقالة رئيس المجلس الدستوري او اعلان انه مرض بكوفيد حتى هو روه في المستشفى وبدت تدرس السيناريوهات لما يكون هناك مشكلة في مجلس الامة ومشكلة في المجلس الدستوري هنا تعطيهم فرصة انهم يدخلوا في طبخة جديدة عن طريق طريق شخصيات مجلس رئاسي او شيء وهذه الطبخة في اطار مرحلة انتقالية كانت تطبخ مع دوائر فرنسية وتحدث عليها حتى الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون بعد عودة وزير داخليته من الجزائر حيث اطلعوه على عدد من الامور التي تخص هذا المشهد لانه السلطات الجزائرية للأسف والنظام الجزائري مر الوحيد الذي غرد نهائيا خارج سيرب فرنسا هي في فطرة القاعدة صالح لم يكن يعود اصلا الى الدوائر الفرنسية بل اقصاها نهائيا ولكن قبل ذلك كانت فرنسا هي التي تطبخ تطبخ كلها وبعد ذلك ايضا صارت فرنسا استعادت الامور وشفنا العلاقات كيفاش ولت ماكرون يمدح تبون وتبون يمدح ماكرون تغيرت الامور وتغيرت المعادلة وعاد الاليزي مجددا قوته في دوائر الهيمنة على النظام الحاكم في الجزائري هذه الحقيقة التي يجب ان يعلمها الجزائريون وخلينا منك الشعارات باديسية ونوفمبرية وان فرنسا هي العدو كل كلام فارغ ولا نهرول للتطبيع تهرولش للتطبيع وربما تمشيله منبطحا او تمشيله بطريقة وضعية البطة او شيء من هذا القبيل هذا كل كلام فارغ فقط للاستهلاك الاعلامي لانه يدرك الشعب الجزائري هناك بعض القضايا تخليه يميل للنظام وتخليه يعطيه قيمة للنظام انه عندما يدعي هذا النظام انه لا علاقة له مع فرنسا انه نظام يعادي الصهيونية ويدافع عن القضايا وكذا وكذا بمثل هذه الاوتار الشعبوية التي تستعمل بطرق شعبوية يميدون كسب ود الشارع وهذه ما عادت تنطلع على الكثيرين ومما يشكل لهم عقبة في طريقه لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله